نعم طيب دكتور عاوزين نعرف ايه الفرق ما بين لائحة ملوك الكارنك اللي موجودة في الأقصر واللائحة اللي موجودة في مدحف اللوفر في باريس اللائحة اللي موجودة في مدحف اللوفر في باريس هي نقدر نقول النقص الأصلي أو هي النسخة الأصلية اللي موجودة اللي اتخذت من معبد الكارنك سنة 1843 قائمة الملوك دي كانت المفروض موجودة في المكان ده في معبد الأخ منوف في الكارنك لكن جي أسري سيرنسي اسمه بريس دافين أخذ الكزل الخاصة بالغرفة دي وودها لفرنسا راحت في تعرضت في كذا مكان لغاية لما استقارت في مدحف اللوغر في فرنسا سنة 1919 فتعتبر هناك هي النسخة الأصلية اللي موجودة عندنا هنا دي ربلكة أو تقدر تقول حضرتك مستنسخ من النسخة الأصلية برنسبة واحد وواحد نعم طيب لما نيجي نتكلم عن أن حصل ترميم وحصل تطوير إيه اللي حصل بالزبط؟ اللي حصل أنه طبعا كان سنة في السبعينات من القرن الماضي المركز المصري الفرنسي بالكرنة كعمل نسخة تبقى الأصل من الأصل اللي موجود في مدحف اللوغر ولكن كانت من الجبس وكان طبعا مع مرور الوقت بقى لها حوالي ممكن 50 سنة فطبعا تأثرته تقريبا إن محت معلمها خاصة لغاية لما فكرنا بفكرة أننا نتواصل مع مدحف اللوغر في فرنسا وأنهم يعملوا تصوير 3D موديلينج للقائمة الموجودة عندهم وبالفعل اتعامل الموضوع ده واخدناها إحنا في شركة كنوز مصر التابعة طبعا لوزارة الأثار وقدروا أنهم يعملوا مستنسخ بشكل طبعا أفضل جدا جدا من المستنسخ اللي كان موجود قبل كده وجينا ركبنا استعرف الموضوع ده حوالي تلات شهور من التصنيع والتركيب لغاية لما كانوا افتتاحه أمس بحمد الله نعم طيب دكتور يعني عاوز أعرف برضو من حضرتك إيه أبرز عوامل الفرميم والتطوير اللي تم العمل عليها في هذا المتحف ويهي هذه اللائحة تحديدا يمكن معبد الأخ منه في موجود في معبد الكارنك اللي هو يعتبر ده جزء منه الغرفة دي جزء من المعبد ده كان عمل فيه ترميمات كتيرة جدا جدا منها ترميمات لإظهار الألوان والنقوش بشكل جميل جدا يعني احنا بنشتغل في الكارنك بسياسة على طول ان احنا بنخلص أثر بنخش في التاني على طول ترميمات دوبية وكذا بالنسبة ليه الغرفة دي تم إعادة بناء الأجزاء اللي هي اللي كانت متهدمة منها من قديم الأزل يعني من زمان خالص وعادنا بناء أخورة تاني بقى حجار هي نفس الحجار اللي هي كانت موجودة طبعا الحجر الرملي وبعد كده جبنا المستنسخ اللي هو عبارة عن السطح الخارجي للنقوش بعرض حوالي سبعة سمتي وتم تركيبه على الجدران اللي هي في نفس المكان الأصلي اللي كانت موجودة فيه النقوش الأصلي اللي هي موجودة حاليا في متحب النقوش